موسيقى السلام عليكم يوم حمزة قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ذاك يوم يصعب وصفه يوم مشحون بكل ما هو مؤلم ومعلم ومثير ويوم حمزة هذا كما نسميه الآن هو المعروف في تاريخ الإسلام بيوم أحد وإنما ننعته هنا بيوم حمزة لأن غزوة أحد ليست غرض حديثنا في هذه الصفحات إنما غرض الحديث وموضوعه واقعة من أكثر وقائع هذه الغزوة وذلك اليوم إثارة للوجدان التاريخي وأكثرها دلالة على شخصية الرسول وطبيعة الرسالة هذه الواقعة المتمثلة في مصرع حمزة واستشهاده وفي الضراوة البشعة التي تشفت بها أحقاد قريش من قثمانه ثم من مشهد الرسول وهو يرى جثمان عمه الحبيب مبقور البطن ممزق الإهاب ثم ولكن لا فلنعود للحديث من أوله ومبتكره لقد هاجر الرسول إلى المدينة وبين أهلها الأنصار المباركين استقر هو وأصحابه متخدا من المدينة عاصمة لدينه ولأمته الجديدة لقد صار المؤمنون بعيدين من صياط قريش وعذابها لكن ذلك لم يكن يعني أن المصائب هادلتهم فما أبعد هدنة المصاعب عن أصحاب المبادئ والرسالات لقد كانت أعظم مزايا الهجرة في أيامها الأولى أنها قدمت لهم وطنا يعبدون الله فيه دون أن يفتنوا عن دينهم بإرهاب أو بعذاب أما بعد هذا فقد كانت مشقات الحياة وسنن التمحيص والابتلاء في انتظارهم لتجعل منهم قدوة خفاقة ووثيقة صادقة تحكى للأجيال عبر الزمان ماذا تعني معارك الحق وماذا تتطلب من جهد وشظف وتضحية وفداء لقد وجدوا المدينة حين قدموها تعاني من وباء الحمى فأصابهم منها البلاء والسقم والرهق فما تشاءموا ولا تطيروا بل قاوموا وصابروا وما كادوا يستقرون بالمدينة حتى أخذ يهودها ومنافقوها يكيدون لهم ويسخرون منهم ويأتمرون بهم لقد شنوا على الدين الجديد الحق وعلى حملة رأيته من المهاجرين والأنصار والمهاجرين بصفة خاصة حرب أعصاب سافلة وماكرة بين أنهم كانوا عاجزين عن تصعيد حرب الأعصاب ومناورات التشكيك إلى حملات الطهاد وتعذيب كما كان كفار قريش يصنعون وهكذا كان على الرسول أن يواجه في المدينة سيلاً لا يؤذن بانتهاء من مناورات أحبار اليهود وزعمائهم رغم ما أعطاهم من عهد وأعطوهم المثاق وسيلاً من لغو المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام والذين نزلت فيهم آية يخادعون الله وهو خادعهم ووقف الوحي لهؤلاء ولأولئك بالمرصاد يكشف خبأهم ويفضح مكرهم ويشد يقين المؤمنين ويزيد الذين اهتدوا هدى وبين الحين والحين كانت قريش ترسل بعض طلائعها يتشممون أخبار المدينة فكان الرسول يبعث إليهم ببعض السرايا تفض جمعهم وتردهم على أعقابهم حتى جاء يوم بدر والتقى الجمعان في معركة كبرى دارت الدائرة فيها على قريش لقد جاءت تحت إمرة زعمائها في ألف مقاتل كلهم مدرب ومسلح تريد غزو المدينة والإجهاز على قوى النور والخير البازغة في أفقها الرحيم وخرج المسلمون بقيادة نبيهم في ثلاثمائة وثلاثة عشر من الرجال ليس لأكثرهم من الدربة ولا معهم من العتاد مثل ما كان للقوة الغازية ومع هذا ازطاع الإيمان أن يفوز بعون الله ونصره والإيمان الذي ملأ قلوب القلة المؤمنة وهي تسمع نبيها يقول مناجيا ربه اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني ثم وهي تراه يغادر خيمته متهللا يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر صال الإيمان صولته المباركة فترنح الكفر وهوى الباطل وولت قريش الأدبار مخلفة تحت تراب الأرض التي دار فوقها القتال جثث فريق من زعمائها الذين أصلوا المؤمنين المستضعفين عذابهم جاءت قريش إلى غزوة بدر يتقدم صفوفها الزاحفة أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعادت أدراجها تاركة هؤلاء جميعا جثثا تقبع في ردم القليب وتاركة معهم سبعين قتيلا وسبعين أسيرا عادت تلعق هزيمتها المنكرة وعادت أحقادها تستغويها من جديد فقضت عامها كله تعد نفسها وبأسها لغزو المدينة والظفر بالإسلام والإجهاز الكامل على الرسول وصحبه وفي نفس الموعد تقريبا خرجت بأسرها ومعها أفواج من بني كنانة وأهل تهامة واستحب أكثر المقاتلين نساءهم معهم ليبتعثن فيهم كل حفيظة وضراوة وإصرار وكانت غزوة أحد وكان يومها الرهيب انتظم الجيش القراشي ثلاثة آلاف يقود المشاة أبو سفيان ويقود الفرسان خالد بن الوليد وخرج الرسول على رأس ألف من المسلمين تناقص عددهم في منتصف الطريق إلى سبعمائة عندما عاد عبد الله بن أبي زعيم المنافقين وكان قد أسلم نفاقا بعد الانتصار العظيم الذي أحرزه المسلمون في غزوة بدر عاد ومعه ثلاثمائة أغواهم فأطاعوه أخذ جيش الشرك مواقعه وصف الرسول أنصاره المؤمنين جاعلا ظهورهم إلى جبل أحد واضعا خمسين من الرمات فوق إحدى الرواب العالية ليحرسوا ظهور المسلمين وليطردوا بنبالهم المشركين إذا هموا بمباغتة المسلمين من ورائهم حيث كانت بالجبل ثغرة عريضة يستطيع المشركون لو نفذوا منها أن يلحقوا بالمسلمين أذى كثيرا وبدأ القتال واحتدم أواره ودارت الدائرة على القراشيين ولاذت جموعهم بالفرار وراح المسلمون يجمعون الغنائم التي تركها أعداؤهم ونسي الرمات أمر الرسول لهم ألا يبارحوا موقعهم مهما تكون نتيجة القتال فهبطوا الوادي يشاركون إخوانهم ببهجة النصر وجمع الغنائم والأسلاب وفجأة لو قائد فرسان قراش يومئذ خالد بن الوليد عنان فرسه وتبعه ما أتى فارس فنفذوا كالسهام من الفتحة التي بالجبل والتي كان الرمات يحرسون مدخلها باغت الفرسان المسلمين من ورائهم وأعملوا فيهم الطعن والضرب ورأى المشات الذين كانوا غادروا المعركة هاربين رأوا ما أحدثه فرسانهم فعاد بهم قائدهم يومئذ أبو سفيان وهكذا وقع المسلمون بين حصار رهيب ودارت المعركة من جديد ولكنها كانت في جولتها هذه لحساب قريش التي استغلت هذا التفوق المواتي أبشع استغلال أين كان حمزة في ذلك اليوم الرهيب كان هناك وسط أصحابه ورفاقه يقاتل ويقاتلون في استبسال مروع وعجيب لقد قاتل المؤمنون جميعا يوم أحد كما لم يقاتلوا من قبل ومن بعد أبو دجانة ومصعب بن عمير وحنظلط بن أبي عامر وعاصم بن ثابت وعلي وأبو بكر وسعد ونسيبة بن تكعب وطلحة والزبير والحارث بن الصمة وجميع الذين وقفوا فوق أرض المعركة من أصحاب القرآن ومحمد قاتلوا قتالا نكاد ونحن نقرأ أخباره نبصرهم ونبصر عنفوانهم ونسمع صياحهم وهتافهم وكان حمزة بن عبد المطلب مع هؤلاء الذين باعوا أرواحهم لله كان معهم يصول ويقاتل لا تخطئه العين أبدا فهو معروف بسيماه وريش النعام يزين به صدره كعادته كلما خاض معركة وقتالا كان يغيضه مشهد لواء قريش وهو يخفق في سماء المعركة ومن ثم ركز على حملته فكان ينفذ إليهم كالصقر ويرديهم قتيلا إثر قتيل رأى عثمان بن أبي طلحة يحمل ذلك اللواء وينشد شعر المباهات والخيلاء فشق الصفوف إليه وضربه بسيفه فأرداه وسقط لواء قريش تحت الأقدام ومرق حمزة كالسهم وسط الملحمة لا تنبو لسيفه ضربه ولا تتخلف المنايا عن عزمه ومرة أخرى يبصر لواء قريش يرتفع فيشق الصفوف إلى حامله أرطأت ابن عبد شرحبيل فيرديه قتيلا ويتمره اللواء من جديد في التراب اللزج بدماء المشركين ويعود إلى قلب المعركة ليصب المنايا بسيفه المطيع على أعداء الله ورسوله ويبصر خلال لفتة سارعة مشركا ينحني فوق راية قريش يريد أن يرفعها من الأرض لتخفق في يده من جديد فيكون أسرع إليه من أنفاسه المترددة في صدره وقبل أن يرفع الراية فوق ساريتها يكون سيف حمزة قد كومه بجوارها على الأرض الموحلة بالدماء حقا إنه لكما وصفه الرسول أسد الله وأسد رسوله إنه لا يبلي أصدق البلاء وأروعه ويواجه بأس قريش بفؤاد ملؤه اليقين وإرادة يشهذها العزم وسيف لا يعرف الكلال ولكن قريشا عندما كانت تجتر أحزانها وعارها يوم بدر ثم حين خرجت على بقرة أبيها إلى غزوة أحد كانت قد وضعت نصب تدبيرها وخطتها أن تظفر باثنين وليكن بعد ذلك ما يكون أما الاثنان فهما الرسول وعمه حمزة بل إن احتمال يأسهم من الظفر بالرسول الذي يعرفون مدى حب أصحابه له وافتدائهم إياه جعلهم يركزون بتخطيطهم وتدبيرهم على الظفر بحمزة رضي الله عنه وأرضاه ولقد رسموا كل الخطة التي تمكنهم من رأسه وهم بمكة قبل أن يغادروها واصطنعوا لذلك واحدا من أمهر الرماه بل لعله يوم ذاك كان أبرع من يضرب بالحربة فيصيب على الفور مقتلا ذلكم هو وحشي غلام جبير بن مطعم كان عبدا رقيقا من الحبشة فوعدوه بعدقه وتحريره إن هو قتل حمزة وتقدمت هند زوجة أبي سفيان وكانت قد فقدت في بدر أباها وأخاها وابنها تقدمت من وحشي تزغلل عينيه بالذهب البراق الذي يحل معصميها وجيدها حتى إذا رأت لعابه يسيل وعينيه تنبهران لمجرد بريقه فهو لا يطمع في امتلاك هباءة منه ألهبت هند أمانية وأوقدت نار طموحه إذ خللت بهذا الحلي الكثيف أصابعها فصلصل وجلجل وقالت لوحشي وعيناها على عينيه تستل منهما إرادته ووعيه كل هذا لك إذا أنت قتلت حمزة وخرج وحشي معهم إلى الحرب بعد أن أوصوه أن لا دور له في المعركة سوى حمزة وفي المعركة وعلى أرض القتال كان حمزة كما شهدنا من قبل يصول ويقاتل ويجندل بالمنايا الماحقات أعداء الله وأعداء رسوله وتتكسر قبل أن تبلغه سيوف المشركين الذين كانوا يحاولون مستميتين أن يصيبوه ولو بجرح يقف نهمه أو كسر يثلم سيفه ولكن كان هناك رجل فارع طول يقبض على حربته المتحفزة ويتجنب مهاوي السيوف التي يضرب بها المسلمون وعيناه على حمزة تغوصان وراء ووسط الطوفان المتلاحم ووقف على مكان عال يتابع بعينيه المتلصصتين فريسته وصيده يقول واصفا لحظات من ذلك المشهد ووالله إني لأنظر إلى حمزة ينطلق في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يبقي على شيء فتقدمني إليه سباع بن عبد العزة فصاحبه حمزة هلما إلي يا ابن مقطعة البذور وضربه ضربة فما أخطأ رأسه وعندئذ هزست حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته أي ما تحت سرته حتى خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي فغلب على أمره ووقع وأمهلته حتى مات فجئت وأخذت حربتي ثم تنحيت عن القتال فما كان لي بعده حاجة ومضت المعركة إلى نهايتها المقدورة سيوف تهوى ورماح تقذف وصرع يسقطون لا يعرف من سقط ومن بقي حتى استنفد اليوم الرهيب جولتين الجولة الأولى التي شهدت انتصار المسلمين والجولة الثانية التي غشيتهم فيها محنة تتحدى كل احتمال أجل كانت محنة قاسية بيد أنها لم تكن هزيمة فما هزم الرسول في حياته أبدا لقد وعده الله بنصره دوما ولقد صدق وعده دوما والذي حدث في أحد لم يكن شيئا نقيض النصر لم يكن هزيمة أبدا بأي معيار من معايير الحروب منذ عرفت الأرض الحروب حتى أيامنا هذه ويسعدني أن أعزو هذا الرأي لصاحبه شاهدا أنني فرحت به واعتقدته ورأيت فيه تصويبا وثيقا للفكرة المغلوطة السائدة والتي تصور ما حدث يوم أحد على أنه هزيمة نجهد قرائحنا في البحث عن تفسير وتبرير ينفيان عن الإسلام عارها أما صاحب هذا الرأي السديد فهو مولاي محمد علي العلامة الهندي يعرضه في كتابه حياة محمد ورسالته ولأنقل نص كلماته اقتباس إن حالهم يعني المشركين لم تكن بأحسن من حال المسلمين إنهم لم يجرؤوا على متابعة الحرب حتى النهاية خشية أن يفضي ذلك إلى هلاكهم وهكذا انقلبوا عائدين مسرعين إلى مكة مجتازين عدة أميال في يوم واحد وفي طريق عودتهم تساءلوا عما إذا كان من حقهم أن يزعووا أنهم رجعوا ظافرين إنهم لم يكونوا يحملون أي تغنيمة من غنائم النصر يعرضونها على أنظار شعبهم ولم يكن لديهم أسير حرب واحد أفيعد هذا نصرا؟ وكان الجيش الإسلامي لا يزال مسيطرا على ميدان القتال وكان المشركون قد عجزوا عن احتلال المدينة رغم أنها تركت بغير دفاع أفيكون هذا نصرا للمشركين؟ ولقد تعقب المسلمون عدوهم في اليوم التالي نفسه حتى موضع حمراء الأسد على مسافة ثمانية أميال من المدينة ولكن أبا سفيان الذي اعتبر الحصافة خير عناصر الشجاعة نقصه وجيشه على أعقابهم وولوا هاربين حتى بلغتهم أنباء المطاردة الإسلامية إنه لمما ينم عن جهل بالوقائع التاريخية أن يستنتج المرء أن المسلمين هزموا في معركة أحد صحيح أنهم منوا بخسائر باهضة ولكن صحيح أيضا وبالقدر نفسه أن قريشا أكرهت على العودة خائبة وهل نقع في التاريخ على حادثة انتصار واحدة ثبت فيها العدو المغلوب أقدامه في الميدان بينما انقلب الجيش المنتصر عائدا إلى وطنه ليس معه أسير واحد بل ويولي الأدبار لدى انسماعه نبأ مطاردة المسلمين له لم يشهد المسلمون إذن تحت قيادة نبيهم الكريمة هزيمة أبدا ولم يكن الذي حدث في أحد رغم فداحته ليشكل هزيمة بأي معيار من معايير الحروب فكما يقول مولاي محمد علي لم يكن هناك أسير واحد وقع في أيدي المشركين ولم يحتلوا من أرض الإسلام شبرا واحدا ولم يحملوا معهم أي من غنائم الحرب وكذلك لم يفرضوا أي شرط على المسلمين ولم يغيروا من واقع حياتهم شيئا بل ووجدوا أنفسهم بعض النصر المزعوم بساعات يغذون السير هاربين أمام مطاردة المسلمين الذين ظن المشركون أنهم أوقعوا بهم الهزيمة والغلب كان الذي حدث إذن محنة لا غير استرد المؤمنون بعدها رباطة جأشهم وتوقد عزمهم وأخذوا منها الدرس الذي شاء الله لهم أن يتعلموه ويحذقوه ولنعد لنبأ حمزة أسد الله وأسد رسوله لقد انتهت المعركة في جولتها الثانية وقف الرسول بين أصحابه يتهيأ لمعرفة الضحايا والمستشهدين كانت متاعب اليوم وأهواله قد أصابت الرسول بإعياء شديد وكان قد أصيب عليه السلام فكسرت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفتاه لكن ذلك كله كان هينا ومحتملا قبل أن تبدأ قوائم الشهداء تتلى عليه ثم قبل أن يأخذ طريقه إلى حيث صرع عمه حمزة ليرى أبشع جريمة ترسم على جسده الكريم وحشيتها كان الرسول قد أرسل بعض أصحابه يجوسون خلال أرض المعركة ليحصوا له الشهداء ويعرفوهم وجاءه الصحابة بالأنباء وراح كلما سمع اسما من أحبابه وأصفيائه يحتسب عند الله أجرهم ومصابهم فيهم مصعب بن عمير سعد بن الربيع أنس بن النضر أبو سفيان بن الحارث حنظلط بن أبي عامر عبد الله بن عمر بن جبير أمير الرمات الخمسين والذي ظل مكانه فوق الجبل حين هبط الرمات إلى الوادي يجمعون غنائم النصر في الجولة الأولى عمر بن قيس وابنه قيس بن عمر أوس بن ثابت عبد الله بن حرام عمر بن الجموح وعشرات من إخوانهم مهاجرين وأنصارا ضمخوا يوم أحد بدمائهم الزاكية وجادوا بأرواحهم في سبيل الله وفازوا برضوانه وجناته ورغب الرسول أن يراهم في مصارعهم ومضاجعهم فسار متحاملا على بعض أصحابه عابرا بين الجثث المبثوثة ملقيا عليها سلام الله ورحمته مودعا إياها بدعوات باكيات لكنه بدأ يتقزز ويجزع عندما أفصر بعضهم وقد مزقت أجسادهم ومثل بهم ترى ماذا سيكون جزعه عندما تبلغ به خطواته الوئيدة المجهدة مضجع عمه الحبيب حمزة فيرى بطنه مبقورا وكبده منزوعه وأمعاءه مبعثرة عليك صلاة الله وسلامه يا خير من حملت الأرض ويا أبر من حملت الأرض عليك وعلى عمك الشهيد المجيد صلاة الله وسلامه وعليك وعلى آلك وأصحابك صلاة الله وسلامه وبركاته كانت قريش القجن جنونها حين أدركت أنها لم تحرز أي نصر فالرسول لا يزال حيا معافى وأصحابه لا يزالون حوله أحياء صامدين والمدينة لا تزال شامخة لم يقتربوا حتى من مشارفها وأيديهم فارغة من كل ثمرات النصر فلا غنائم ولا أسرى إن كل الذي صنعوه بحملتهم التي حشدوا لها كل قواهم وأموالهم لم يزد عن مجزره إن كل الذي فعلوه وهم ثلاثة آلاف أمام سبعمائة لا غير لم يزد عن قتلهم خمسة وستين من المسلمين فلتكن إذن مجزره فوق مستوى ما ألف الناس والتاريخ من مجازر حتى لو اقتضى ذلك منهم أن يلغوا كل رشد لهم وأن يتخلوا عن أبسط مبادئ الشرف والرجولة عند العرب بل وعند الأعراب وهكذا راحوا يقترفون جريمة المثلة وهي جريمة منكرة حتى بمعايير الجاهلية نفسها وطبيعي أن يكون البطل الماجد حمزة بن عبد المطلب صاحب الحظ الأوفى من جريمة قريش للنكراء وهكذا رآه الرسول حين رآه مزقوا جسده بقروا بطنه انتزعت هند زوجة أبي سفيان كبده وراحت تلوكها في شماته وانتزعت أمعاءه وجعلت من بعضها قلادة طوقت به عنقها وجدعت أنفه وأذنيه ومهما يكن حلم الرسول واستسلامه لأمر ربه فقد كان بحاجة إلى ملء الأرض طاقة كي يستطيع أن يحتمل المشهد الذي تتصدع من هوله الجبال لقد قضم غيظه ولكن إلى متى؟ كم من الدقائق؟ بل من الثواني بل من الثواني يستطيع بشر مهما أوتي من القداسة أن يقضم غيظه أمام مشهد كهذا ولقد أسبل جفنيه في أسا ومضض ولكن أكان إسبال الجفنين قادرا على إلغاء الحقيقة الصارخة والمشهد المزلزل؟ لك الله يا رسول الله لك الله يا نور الحياة وشرفها يا خير الخلق ويا خاتم المرسلين وقف الرسول يغالب في نفسه وقع المشهد وأساه ثم قال وعيناه على جثمان عمه الحبيب لن أصاب بمثلك أبدا وما وقفت موقفا قط أغيض إلي من موقفي هذا ثم توالى على خاطره حجد الذكريات فحمزة لم يكن عم الرسول فحسب بل هو كذلك تربه قضي معا طفولتهما وشبابهما ثم هو كذلك أخوه في الرضاعة توالت الذكريات كلها على خاطر الرسول ومرت أمام مخيلته في موكب طويل لم تغب منها ذكرى واحدة لكأنما جاءت تودع صاحبها وتقدم للرسول العزاء تذكر روعة بأسه وجلال أمسه وكأنما سأل نفسه أو سألته الذكريات أحمزة من يصنع به هذا؟ ترى أي عزاء يقدم للجسد الممزق وأي تعويض وقال الرسول وعيناه تلفان جسد عمه بأساهما العميق والكلمات تخرج من تحت أدراسه مغيظة منذرة لولا أن تحزن صفية أخت حمزة وعمة الرسول ولولا أن يكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير أجل فما في الأرض مكان يتسع لوقدة الثأر الذي يهتف به الجسد الممزق المفتوح أما بطون السباع فلعلها المكان المناسب لرفات الأسد ثم تابع الرسول قوله فقال ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم فصاح أصحابه والله لئن أظفرنا الله بهم من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحدا من العرب وهنا يستكمل يوم حمزة جماله وجلاله وتتبدى حكمة الله في كل ما حدث خلال اليوم للرسول وأصحابه فلا يكاد الرسول والمسلمون يفرغون من إلقاء وعيدهم هذا حتى تنزل الوحي من فوره ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وفي آية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وآية واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الوحي كان هناك يرقب كل شيء ويسمع كل شيء وإن القدر ترك الأمور في ذلك اليوم تجري لمصيرها التي انتهت إليها لحكمة بالغة وها هو ذا يجعل من جسد الشهيد بكل ما أصابهم من مثله وتشوبه موضوع درس اليوم العظيم ولتكن أشلاؤه المبتورة والممزقة وسائل إضاح انظروا أيها المؤمنون يا من تقفون هنا حول رسولكم ويا من ستجيثون عبر الأجيال إلى آخر الزمان هذا هو حمزة عم الرسول أكان الله عاجزا عن استبقاء حياته وهذا هو جسد الممزق أكان الله عاجزا عن حمايته من التمزيق والتشويه أبدا فلماذا إذن حدث هذا الذي يهزكم ويزلزلكم إن رسول الله هنا ليعلمكم ومنه ومن أهل بيته الأبرار يختار القدر نماذج التثقيف والقدوة وما دام الحق بحاجة إلى تضحيات تحميه وتفتديه فإن التضحية إذن هي شرف الإنسان وشرف الحياة وما دامت التضحية شرفا فيجب أن يصرف النظر عن الشكل الذي يفرضه عليه للطهاد والبغي فالتضحية ليست حفلا ساهرا وسواء على البطل أن يستشهد وجسده سليم أو يقضي وجسده ممزق كل ذلك وأكثر من ذلك يغطيه شرف التضحية ويحول أساه إلى مجد وفواجعه إلى بطولات وانظروا أيها المؤمنون هذا رسولكم البشر يغلبه غيط الحليم فيتوعد المجرمين بأن يمثل بثلاثين من قتلاهم حين يظفر بهم غدا أو بعد غد فهل تركه الله يردد وعيده؟ أبدا لقد سمع الله قوله وفي مثل لمح البصر كان الوحي يقول له لا عاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين طالله ما أروع الدرس وأبهاه فحتى في مواطن القتال والحرب يستهل الله كلامه إلى رسوله بقوله سبحانه ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وفي موطن القتال والحرب لا يقول الله لرسوله وقاتلهم بالتي هي أحسن بل يقول سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن مؤكدا بهذا طبيعة دوره وجوهر رسالته إنها النبوة تنقل إلى الناس وضى الله بالكلمة الطيبة المقنعة وليست الحرب تفرض نفسها بالسيف والرمح وإذا كان الرسول قد اضطر للحرب فلأن أعداءه وأعداء دينه صنعوا الظروف التي جعلت الحرب ضرورة وبانتهاء الضرورة واختفاء ظروفها يعود النبي لجوهر دوره ووظيفته ورسالته هنا يتجلى صواب اختيارنا هذا العنوان يوم حمزة عنوانا على يوم أحد بأجمعه فمصرع حمزة والدروس التي أفادها مصرعه كانت مركز الثقل في أحداث اليوم كلها كل ما حدث دون مصرعه والتمثيل به وبإخوانه البررة كان يمكن أن يأخذ مكانه بينما هو محتمل مألوف فقريش كما سبق لم تحرز نصرا والمسلمون كما سبق لم تنزل بهم هزيمة لقد استشهد منهم خمسة وستون وقتل من قريش اثنان وعشرون أي أن كل حظ قريش من المعركة التي أعدت لها عاما بأكمله ورصدت لها كل قواها وبأسها كان ثلاثة وأربعين قتيلا من النسلمين ومجرد هذا الرقم من الضحايا أو حتى ضعفه أو أضعافه لا يشكل نصرا للضارب ولا هزيمة للمضروب فما الذي جعل من يوم أحد معلما على الأسى في عصر الوحي بأجمعه وما الذي أعطاه بين غزوات ذلك العصر وأيامه طابعا مميزا وأهمية فريدة إنه إذا استثنينا ما وقع للرسول من إصابات لم تحدث له قط ولم يتمكن من مثلها أعداؤه أبدا إلا في هذا اليوم أقول إذا استثنينا هذا الذي حدث للرسول لم يبقى هناك ما يرمز ليوم أحد بنبض قوي مثل مصرع حمزة وما أثاءه من تجارب ودروس لقد قال الله لنبيه يومئذ ولئن صبرتم له خير للصابرين ولقد صبر الرسول مفوضا لله أمره ومصيره فماذا حدث؟ ماذا حدث مما يمكن أن يكون متوبة لصبره في هذا اليوم بالذات ومما يمكن أن يكون تعويضا مباشرا عن حمزة ورفاقه الشهداء حدث شيء عجيب فخالد بن الوليد قائد الفرسان يوم أحد والذي تسبب في الكارثة كلها وحول نصر المسلمين إلى محنة حين باغتهم بفرسانه من الوراء خالد هذا بكل عقريته وجبروته قدمته الأقدار هدية مباركة للرسول والإسلام والمسلمين فبعد غزوة أحد بعامين اثنين كان خالد بن الوليد يأخذ مكانه بين الذين قاتلهم بالأمس مؤمناً أواباً وجندياً مطيعاً أجل كان عقري الحرب وعملاقها يجلس عند قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفجر حباً وولاءً وإخلاصاً ولنتصور الآن لو أن الرسول والمسلمين ظفروا في موقفهم المغيض يوم حمزة بخالد بن الوليد وقتلوه ومثلوا به فمن ذا الذي كانت عقريته ستهيل عرش كسرى وقيصر من الذي كانت جنوده ستمضيك القدر زاحفة صوب العالم القديم رافعة فوق أنقاضه راية القرآن والإسلام من ذا الذي كانت تدخره الأقدار لكل ما تم على يد خالد من فتوح ومعجزات أولم يقل الله لرسوله يومها ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولقد صبر وها هو ذا الخير يأتيه في موكب عريض فبعد إسلام خالد عمر بن العاص تتوالى انتصارات الإسلام فاليهود تخيب كل مساعيهم ضد الدين القويم ويجلون عن المدينة وما حولها وغدا تفتح مكة وتستسلم قريش بأسرها ويسارع أبو سفيان قائد جيش الشرك في غزوة أحد وسواها يسارع إلى خيمة الرسول نادما يعلن إسلامه وبعد غد تدخل الجزيرة كلها في دين الله أفواجا ويتم الله نوره كل هذا المستقبل الباهر العظيم تلقى الرسول والمسلمون بشراه في نفس ذلك اليوم الذي غشيتهم فيه الفجيعة والأحزان ذلك اليوم الذي ناداهم الله فيه وصدورهم تتحرق غيظا ونقمة قائلا لهم ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين فحنوا جباههم لدعوة الله واحتسبوا لديه زعيمهم الجليل حمزة واحتسبوا لديه رفاقهم الأبرار شهداء اليوم الرهيب أجل لقد نقد الرسول عن خاطره فكرة الثأر في نفس اللحظة واحتسب عمه الحبيب بكل ما أصابه عند الله حتى حين رأى بعض نساء الأنصار يبكين حمزة ويذكرن مناقبه ظنا منهن أن ذلك يثلج صدر الرسول نهاهن وأمرهن بصمت جميل بل وحتى حين رأى عمته صفية مقبلة نحو جدث أخيها الشهيد خشي أن يغلبها الحزن والفجيعة فتتصرف بطريقة توقص ثواب الاحتساب هناك طلب من ابنها الزبير بن العوام أن يلقاها ويرجع بها حتى لا ترى ما أصاب أخاها ووقف الرسول عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام وقف ملقيا سمعه لحديث الزبير وأمه صفية فسمعه يقول لها إن رسول الله يأمرك أن ترجعي وسمعها تجيبه ولما أرجع وقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله فما أرضانا بقضائه لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله وكانت هذه الكلمات عزاء جميلا أبهج الرسول فناد الزبير خل سبيلها يا زبير وجاءت فسلمت على أخيها وصلت عليه واستغفرت له ومضت في سلام ودفن حمزة بعد أن صلى عليه الرسول مرة واحدة ثم مرات كثيرة بعدد الشهداء الذين كانوا يضعون بجوار حمزة فيصلي عليهم الرسول شهيدا بعد شهيد وثوى البطل العظيم بين رفاقه العظام وعاد الرسول وصحبه إلى المدينة ليستأنفوا تبعاتهم الجليلة وليواصلوا أعباءهم المتجددة في مسيرة الإسلام أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة